السلام عليكم ورحمة الله نتعب اليوم مع طلاب صف الثامن بعدما نتعين من درس الماضي عن عادات الكائنات الحية في المجتمعات البيئية الآن سوف ننتقل مع درس جديد عنوانه دورات العناصر في الطبيعة بمعنى العناصر الأساسية التي تكون كل شيء في الطبيعة ومن أشهر العناصر التي تعتمد عليها تقريباً كل الأحياء والكائنات الحية كيف تدور؟ معنى تدور يعني نحن مثلاً لدينا الأكسجين فالكسجين تعتمد عليه كل كائنات الحية في عملية التنفس وإنتاج الطاقة طيب نحن الأكسجين لما مثلاً كل الكائنات الحية الموجودة عم تستهلك الأكسجين كيف ما بينتهي؟ لماذا ما بيخلص من الكرة الأرضية؟ خصوصاً على مدى ماليين السنين فهن نحن نعرف أن هناك عملية استهلاك للأكسجين من جهة وإنتاج من جهة أخرى فهذا لدينا عملية دورة للأكسجين من مكان إلى مكان آخر مثلاً دورة المياه المياه موجودة في البحار والمحيطات تتبخر إلى الهواء ثم تحول غيوم وسحاب ثم تعود وتمطر إن كان في البحار والمحيطات وفي اليابسة عندما تنطر في اليابسة مثلاً على الجبال وفي السهول فإنها سوف قسم منها يجري على سطح الأرض وشكل مثلاً الأنهار وقسمها سوف ينتص إلى باطن الأرض وشكل مثلاً المياه الجوفية ثم في النهاية سوف تجري هذه الأنهار وتعود وتصب مرة أخرى في البحار والمحيطات وأيضاً حتى المياه الجوفية سوف تخزن وقسم منها بين طبقات الصخور ويعود مرة أخرى لحار والمحيطات فإذن لدينا هنا دورة كاملة تبدأ من نقطة وتعود إلى نقطة مرة أخرى وأيضاً لدينا الكربون ومختلف الأشياء تبدأ من مكان ثم يجري عليه عدة تعديلات تدخلها داخل الأجسام أو إلى أماكن أخرى ثم تعود مثل ما كان هوا سبق هوا أن درستها في السفن السابقة أن العلاقة بين الكائن الحي والمحيط الذي يعيش فيه مع كائنات حية أخرى ومكونات غير حية علاقة وثيقة وهذا الذي ذكرناه في الدروس الماضية إذ تستعمل الكائنات الحية مواد كثيرة تخزن في الهواء أو في الأرض وهي المواد الغير الحية التي تأثن مباشرة على الكائنات الحية الهواء مثلاً يحتوي كميات كبيرة من الأكسجين والنيتروجين والكربون بصورة طبعاً شلون الكربون موجود بصورة غاثة نيوكسيد الكربون نحن نحن نحكي هون مثلاً الكربون حتى ممكن نقي إنما أين يدخله في التركي وتخزن في الأرض مواد أخرى مثل الحديد والنحاسي والكاسيوم هذه الأخيرة تذوب في مياه الأمطار التي تفتت صخور الحاوية عليها وتصبح جزءاً من مياه الأنهار والبحيرات أو جزءاً من التربة وسنرسع مثلها عليها في هذا الدرس الآن كبداية لدينا دورة الكربون الأكسجين طبعاً هذه الدورتين مرتبطين ببعض طب ليش مرتبطين ببعض لأنه مثلاً عملية التنفس والاحتراق هي تأخذ الأكسجين نحن 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 لكانات الحية نأخذ الأكسجين من الهواء ثم نخرج في عملية الزفير ماذا غاثة ثاني أكسيد الكربون فإذن هنا لدينا أخذ للأكسجين وطرح لماذا؟ قائد للكربون ومن ثم لتوجه للإرسار وال charge وكل من النباتات والحيمان تحوي في أجسما نسبة عالية من الكربون والأكسجين وهذا أساسي يتم تدوير الكربون والأكسجين في البيئة من خلال عملاتين الحيوائتين هما البناء الضوء والتنفس أساس لكل شيء بدأ الضوء والتنفس يستهلك البناء الضوء يستهلك ثاني أكسجين الكربون وينتج الأكسجين أما التنفس يستهلك الأكسجين وينتد ثاني أكسجين الكربون فإذن هذه هي عملية التوازن الموجودة نحن نقول الكائنات الحية غير النباتات منها أخذ الأكسجين ونعطي ثاني أكسجين الكربون وتقوم النباتات بأخذ ثاني أكسجين الكربون وإنتاج الأكسجين مرة أخرى لهذا يجب أن نحافظ على النباتات بكمية أعلى من الكائنات الحية المستهلكة الأخرى أو المتنفسة إضافة لعمليات أخرى منها تقوم النباتات بصنع غذائها بوسط عملية تركيب الضوية وهذا متى ما تعلمنا إذ تستعمل أشعة الشمس والماء والكربون بهيئة شو تستعمل الكربون بهيئة أن يكزيد الكربون وتحرر غاز الأكسجين إلى المحيط الخارجي البيئة والمياه والهواء الجو إذن هذه أول شغلة نبدأ فيها إذن أخذت هذه النباتات أخذت ثاني أكسيد الكربون طبعا عندما أخذت ثاني أكسيد الكربون ومتصت من التربة الماء ومن نفس الوقت استعملت أشعة الشمس خزنت أشعة الشمس مع عملية البناء الضوئي خزنتها كطاقة فأنتجت غذاء التي تعتمد عليها الكارنات الحية ولكن بالنهاية ما أنتجت؟ أنتجت للأكسجين هذا الأكسجين مع الغذاء من يأخذه؟ الكائنات الحية نحن تستهلك جميع الكائنات الحية التي تعيش في المياه أو على اليابسة الأكسجين في التنفس وتحرر غذاء ثاني أكسيد الكربون إذن لاحظنا هنا عملية عكسية لعملية تركيبة تأخذ ثاني أكسيد الكربون نعطي الأكسجين وبالتنفس بالتنفس بالإضافة للمضوع النباتات تستهلك الماء ونحن بعملية التنفس لما الإنسان يأخذ شهيخ يحرر أيضا نسبة من بخار الماء أي الماء كيف نستطيع هذا الموضوع؟ إذا أمامنا مرآة أو زجاج فعندما نعطي زفيرا على المرآة ممكن نشوف شكل من الرطوبة أو البخار تشكل على سطح الزجاج أو المرآة هذا هو أنتجة أثر وخروج الماء من عملية التنفس وهناك عمليات أخرى يتحرر من خلال ثاني أكسيد الكربون نشوف عندي عمليات ثانية ممكن يطلع منها غير التنفس ثاني أكسيد الكربون فهي أبسط شيء عملية التنفس تعمل فيها غير الأكسجين ويكون ثاني أكسيد الكربون ناتجا لها كما يعاد أحد نواتج الاحتراق إذن هاي هي الأساسي أحد نواتج الاحتراق يعني أي شيء نحن بنحره ورقة أخشاب يستهلك الأكسجين لإحتراق النار نحن نعرف إذا عزلناها عنها الأكسجين تنطفئ فإذن النار تستهلك الأكسجين وتنتج ثاني أكسيد الكربون كان عملية تحلول الكائنات الحياة الميتة بفعل البكتيريا والفطرية هي أخرى تنتج ثاني أكسيد الكربون إلا غيرها في الجو فإذن كما نرى البناء الضوئي أخذ ثاني أكسيد الكربون وعطانا الأكسجين طيب كائنات الحياة تتنفس ويسيب تحلل واحتراق مثلا وكله يأنتج ثاني أكسيد الكربون في هذه الحالة عندما نسمع عن زيادة الغازات الدفئة زيادة نسبة الكربون في الطبيعة زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الشيء الفارغ منذ زمن ولا الآن هي زيادة عمليات الاحتراق تشمل المعامل وورشات المصانع إنتاج الطاقة والسيارة فكل هذه عمليات احتراق وستهلات الأكسجين لم تكن موجودة منذ القدم في زمن 200 سنة لورا لم يكن لدينا سيارات لم يكن لدينا هايل المعامل ومحطات الطاقة الهائلة التي تعتمد على عمليات الاحتراق لتنتج الطاقة خصوصا الطاقة الكهربائية ونفس الوقت مع زيادة استهلاك الأكسجين قالت المساحات الخضراء قالت نسبة الغابات قالت نسبة الأشجار قالت مساحات الخضراء تغير الجو تدخل الإنسان تنتج عمليات قطع الأشجار واستهلاكها وكذا كلها دعمية نحن عم نقطع الشجرة اللي فيها ألاف الأوراق لانستهلكها مثلا بدعملية الحرق والتدفئة ولا إنتاج الخجب ولا الأوراق ولا غيرها فأنا هي الشجرة لأرجع إزرع مكانها شجرة وتكبر فبدا هي بحاجة لفترة زمنية طويلة ممكن تكون من 10 إلى 40 إلى 50 سنة فنحن الشيء اللي عم نستهلكه بسهولة الطبيعة بدأ فترة طويلة لا تترجعوا انتجة عدم الموازنة لن نحق القالمية يجب الكربون طبيعي في ثلاث حالات الحالة الغازية تمام؟ اللي هي ثاني أكسيد الكربون وهي الأكثر منتشارة الحالة الصلبة يتربع على هيئة صخور جيرية والحالة السالية على شكل ثاني أكسيد الكربون ذائب ذائب وين؟ طبعا ذائب في الماء وهي مثلا الحالة اللي ثاني أكسيد الكربون كانت الحياة تتنفسه وينثي البحار والمياه إذا هي هي نعرفنا أنه دائما في عملية تبادل بين الأكسجين والكربون طبعا مثل ما حكينا الكربون بدنا نركز أنه حاليا ممكن مكا كربون نقي وإنما كربون متحد موجود على هيئة مثل الغاز أو باز منحل أو صلب ولكن أكثر ما يتم تدويره هو الغاز طبعا الغاز مثلا هو الحالة الصلبة على هيئة صخور جيرية واللي هي مثلا الفحم الحجري أو حتى الكربون موجود ضمن النفط والغاز بشكل اتحادي فلما بنحرق نحن مثلا الغاز المنزلي أو النفط بالسيارات فهي عملية الاحتراق راح تفكه كالمركب ويطلع الكربون على شكل ثاني يكسر الكربون للهواء طيب حاليا الدورة الأخرى للأنصر الآخر وهي دورة النتروجين طبعا النتروجين معروف أنه هو 78% من الغلاف الجوي ثم أكثر غاز موجود في الغلاف الجوي هو النتروجين طيب وعلى رغم أنها النسبة كتير مرتفعة إلا أن معظم الكائنات الحقيقة لها ركسون لا تستطيع الحصول عن النتروجين لا يستطيع النتروجين موجود من الهواء وإنما هي بحاجة لتحويل وتحويل حتى تحسن أجسام الاستطيع طبعا النتروجين جدا مهم لكل أجسام الكائنات الحية وتحتاج الكائنات الحية كافة النتروجين بشكل أو بآخر وتنتج النباتات هنا البروتينات من النتروجين الموجود في التربة حين تحصل الحيوانات على النتروجين عندما تغذى على النباتات إذا هنا النتروجين سيتركب في داخل الغذاء عن طريق النباتات نباتات ركبت البروتينات استخدمتها النتروجين وركبتها داخل البروتينات طبعا كائنات الحية والحيوانات ستذهل تستهلك هالنباتات فحصلت الى النتروجين اللي لازم لألة من قلب البروتينات اللي ركبتها النباتات حين خلال دولة النتروجين يتم تثبيت النيتروجين على شكلين هما النترات والامونيا إذا هؤمننا نحفظهم وهنا نركز ان شو الشكل الموجود مثل الكربون موجود على شكل غاز سانيكسي الكربون فان النيتروجين موجود على شكل نترات وأمونيا وتتم الدورة على نحو الآتي يثبت معظم النيتروجين من خلال بكتيريا تعيش في التربة اذا هون اهم من اضع او على جثور بعض النباتات خصوصا البقوليات من الحموس والباقلة وغيرها وهناك كمية قليلة يتم تثبيتها من خلال البرق لان هون نعرف نحن عمليات البرق اللي بتصير وقت العواصف وكذا فهون بتصير تثبيت كمية بسيطة انتبار البرق ليس كميته عالية الاسباحة ولا الكرة الأرضية فلما بيحسس عمليات البرق فبتصير كميات كبيرة من النيتروجين تثبت وبتنزل للتربة اذا في عندي بكتيريا في التربة وخصوصا بتكون على جثور بعض النباتات وخصوصا مثل ما أنا البقولية منها وفي عندنا البرق إذا ندلت للطرق من نركزون شلون بانتقل النيتروجين من الهواء إلى التربة مشان تستفاد منه الكائنات هلا أول ما يستعمل للنيتروجين هي النباتات المتوفرة في التربة لإنتاج البروتينات ولهون في عندي مثلا نفرض نبات الحموس أو الفاصلية فهي هون عند جثورة في عقد اسمها عقد نيتروجينية نوع من البكتيريا هي البكتيريا بتعمل على تحويل النيتروجين موجود في الهواء وبتحوله لشكل نيترات وأمونيا بتقومها لنباتات وتمتصه وبتدخله داخل تركيبة وخصوصا في الحبوب والبذور فإن إحنا لما بناكل مثلا البقوليات فحصلنا على النيتروجين اللازم لألنا من خلائها فإذا نشصلت الربط بين الهواء ونتوصل لعنا هي هون نوع من البكتيريا طيب هل بقى النباتات لما مثلا ماتت اتخارط التربة غنية بالنيتروجين بعد تحصل حيوانات على النيتروجين بتغذيتها على نباتات وحيوانات أخرى تم تغذيت على النيتروجين المستهلكات الأولية في النيتروجين أي أن فرض الأرنب تغذية عن النباتات فحصل هذا بالنيتروجين مثل الذئب وكل الأرجن فحصل له الحصول به الجسم والالنب الخصور يعني chassis كانت حصل عليه من النباتات ، خذى هي علاقة متعادية طيب هون هالذئب او الارنب لما بيموت فرح يتحلل رح تجي المحللات اللي اخذناها تحلل وتفكك كل مركبات الاولية يبيقوم بيرجع مرتين النيتروجين لوين للهواء فإذا نحن هون عم ناخد النيتروجين كمان بس لون عم يرجعش لون الدورة هي عندما يموت اذا يعود شكل النيتروجين المتمثلين بالنيترات والامونيا الى التربة من خلال ما تطرح الحيوانات اولا لديها من فضلات او من تحلل للنبات والحيوانات الميداء وتعود الدورة الثانية اذا اهم نقطة في عندي صار برق تمام عندي بكتيريا حولت النتروجين لامونيا ونيترات صار بالتربة اخرت هالنباتات لاحظنا هون كلمة اللي عم تشوف انيش دور النباتات مهم في الطبيعة ومن اجل بقاء بقاءنا وبقاء كل الكائنات اه مجل الكائنات الحية استهلكت النباتات صار في اجسامة شو في نتروجين طريق الفضلات رجعت اه للتربة رجعت شو عملية النترات والامونيا وانا عندما تموت الكائنات الحية تعود مرة اخرى للنبات تمام فايزا هاي الفكرة اللي نحنا مخططة لاني عم نحكي عنه غازات نترات نتروجين تثبيت من ضوءة تثبيت البكتيري طيب هاي كائنات حية هون غازات مفقودة نزع النترات استهلاك النباتة نتراتة هي هاي اللي عملية التحويل الاسمدة طبعا اللي نحنا عمنا نقوم فيها تمام في الاسمدة خصوصا اسمة الحيوانات المعروفة من بقاء وفضلات الحيوانات لش موسم تكون مغذية للنباتات لانها تحتوي اه كمية كبيرة من النتروجين الآن نعود الى دورة المياه دورة المياه دورة معروفة سبق درسناها ولكن سوف نعود وتتكلم عنها بشكل اوسع طبعا المياه شو منعرف نسبة 75% من سطح الارض تمام والماء طبعا هي 75% من سطح الارض نحنا نعرف انه هي 27% من سطح القشرة الارضية ولكن لا ننسى انه في عندي بحيرات القشرة الارضية ولا ننسى انه في عندي مياه داخل الصخور على شكل مياه شوفية والمياه والماء يتحرك عبر البيئة من خلال ما يسمى دورة الماء التي تتم خلال عمليتين هي التبخر والتكاثف التبخر تحول حرارة الشمس المياه الموجودة على سطح الارض الى بخار ما بعملية تسمى التبخر وهذا معروف اما التكاثف عند وصول بخار الماء الى طبقات الجو حيث تكون درجة الحرارة الهواء المحيطة بالارض مخفضة خصوصا طبعا كل ما ارتفعنا للأعلى فان بخار الماء سوف يتحول الى سائل بعملية تسمى التكاثف واني عمليتين متعاكستين اذا ارتفعت الحرارة تبخر الماء تحول لغاز ارتفع هالغاز طبقات الجو خفضت درجة الحرارة عادة الى شكله المائي فهذا هنا نحن نعرف ان المادة الماء تصيبها تغير مذافيزيائي بعد التكاثف كمية كبيرة من الماء تشكل قطرات الماء سحابة ولي الغيوم وتسقط الماء بشكل مطر على الارض وانذا كان درجة الحرارة الهواء مخفضة جدا قد تتجمل قطرات الماء وتتساقط بشكل الثلج او برد وهذه العملية تسمى الهطول اذا ما هي الهطول او التساقط هي عملية سقوط حبات الماء المتكثفة من الغلاف الجوي الى الارض واذا كان في عنا كثير البرد فتتحول الى برد او فلج تعيد النباتات الماء الى البيئة بعملية النتح طبعا فيه شامله النباتات مو تمتص الماء فترجع الى البيئة للهواء عن طريق النتح والنتح هي شو؟ اخراجوا الماء الزائد عن طريق الثغور وين موجود الثغور درسناها في اوراق النبات طيب امن الحيوانات فتعيد الماء الى البيئة بعملية الزفير سبقه وتحدثنا عنها يعني اثناء العملية بعد ما اخرنا الشهير لما اعطينا الزفير حيطلع معه ايضا H2O وهو بخار الماء وتكوين الزفير وتكوين البول وتتكرر العملية اعلى اذا التبخر والسقوط لتؤسس ما يعرف في دورة الماء في الطبيعة اذا هون هي من ابسط عمليات الدورات اللى مذكورة تبخر هي الاساس العملية اللى راح تسمح بحركة الماء تبخر صار تكاثف نتيجة البرودة صار عمليات سقوط وهطول بالجبال العالية مثلا صار عندي ثلوج بسبب البرد هون صار لنا هطول وانتصت الارض شوي صار لنا عملية الترشيح في عنا شي اسموية نبيع وفي عنا ترجع بالنهاية للبحار والمحطات والأنهار وغيرها والنباتات والنطال الأخضر لما بسهلة ماء راح يرجع مرة تانية يطلعوا على شكل ندح هون الى هنا اتمنى اي سؤال اي استفسار تراجعونا على المجموع ولا ننسى الوظائف طلبنا نركز انه الوظائف لا ننساها ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة